اسمي ماكس أجل وأنا بحث في التنمية الاقتصادية وخصوصاً بموادية بالعكمة الأرياف خصوصاً في تونس بس بشكلام وزيدة أنا نيركز أنا السيادة الخذائية في تونس وفي العالم العربي السؤال اللي نحب نرجعوا للمسألة المثلة اللي فرحتها في المداخلة متاعك لو كان هما شخص بحضرش اليوم وعندك دقيقة بش تلخص المداخلة متاعك شن هي أبرز النقاط بتاع المداخلة هدي ثم أزمة في تونس بالنسبة للطنمية الاقتصادية وبالنسبة المعكلات والطبعية وكل الأزمة ثم ارتباط بين كل بعض الأزمة فأنا نصور اللي تونس لازم يخير التخطيط التنموي ويعخد ويمشي عن طريق ويركز عن الفلاحين وأسخار الفلاحين كأساس سياسات سياسة تنموية جديدة وأنا أساس هذا يأني التونس ينجم يقبر الاقتصاد بالطريق صحيح لأني تحدثت على بعض التقنيات إذا كنت تريد تغيير إلى أنغليسة ما هذا ليس مجرد لا 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 إذا كان الحال هو الأوسط إنه يصبح جمبل إذا كنت تريد أن تستخدمه إلى أنغليسة ما هذا في أنغليسه ففعله كما تريد ولا في فرنش ولا الاسبانيش ايه 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 هناك بعض التقنيات او المعارف او او الاشخاص اللي انتي تحدثت عليهم اللي هما مهمش معروفين برشا فمن اه ماذا بيه لو كانت زيد تعود اكنا عليهم تقدمهم الاشخاص اللي ممكن ما معرفهمش اه اه ثم ثلاثة اربع اشخاص يعني وبحثين تونسيين الذين اسسوا التنمية الاقتصادية الهتروداكسي يعني في تونس وهم عملوا اندماج بين نقول التوخيدي للدبندانس والاغرو الاغروكولوجي وهم سلاح دين العمامي الزمحشوب عبدالجليل بدوي ونقول اكسب احري فامامي كان بحث ومحندس الفلحية في اه وهو خدم في الهكومة يعني وهو تطور تكنيات بلدية منطقية اه يعني يعني اللي استخدمته رمزت يعني الاغروكولوجيا منطقية وهو ركز عن الهيدروليك اغريكول والبذور المحلية وزيدة المعرفة المحلية يعني والبحثة فقط لم يلقى صادة كبير في اطار الحكومة او الوزارة وزارة الفلحة هذا اللي قلتو اه يعني حتى هو شارك في في السابنت بلوبومات يعني بشكلام يعني افكاره كان اكسع بالنسبة افكاره افكاره كان كتير هترو داكس وفي هذه المرحلة يعني في السبعينات وقت اللي هو شارك في في الخاكمة وشارك في السياسات التنموية في تونس يعني الهكومة يعني اوكي الهكومة قبلته استقبلته يعني في اللجين التنسيق بس اكيد يعني ما كانش اي تعثير يعني بالنسبة افكاره فا بالشكلام يعني هو طرح بعد الافكار وبارشة مفاهيم يعني واينة بالنسبة التنمية الاقتصادية بس الخاطر الهكومة والسياسات كانت تحت سطارة سيطرة المزرعين الكبار وهو ركز ان الدور في الهنسخار في التنمية اقتصادية يعني من الطبيعي اللي الهكومة ما ركزت كثير عن اطرحته انا احب انا احب اتسأل ماكس على مسألة يعادة تكفير اللي في التنشنال على الاقتصادية ويساعدت لإنكمال التنمية الانتقمت ميتجاة ما يوجد شهر من التنمية مع المحل او مليئة التنمية المشكلة التي توفية الإنرات في الماضي وزيدة في الحاضر الهكومات الأمريكية، الهكومة الفرنسية، الهكومة الألمانية هي القوة التي تقرر السياسات التنوية الفلاحية والزراعية في تونس أكيد ليس الفلاحين الأصفال في نتيجة ذلك المعرفة العلمية ليس معرفة مناسبة للضروريات التونسية وخصوصاً الضروريات التونسية من الطبقة الفقرة فوقت اللي أنا ذكرت المؤحدة الرشارش المحلية يعني مش موجود هذا نوع من المواسسات في الواقع الهال لازم يكون تغيرات أساسية في المواسسات البحث الإلمي في تونس فيه الإنقرات وفيه الأون ايتش وفيه الأوفيس دوبلي وفيه الإنات وكل شيء يعني أخاطر بشكل هم هم يحبوا يعملوا كوبي دي المعرفة الخاربية والمعرفة الخاربية مش معرفة مناسبة للنسية للتونسية هي المشكلة الأساسية أه 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 اه أه أشني علاقة السيادة النقطية بسيادة الغبارية؟ السيادة اشنا؟ علاقة المانتية بسيادة العسابين في مقاطق فهمت المشكلة بالنسبة للسيادة المقضية هي الهكومة في زون الإمبورتات أكثر من الإمبورتات في كل الوقت يوجد تفصيل بطريقة القيمة بالنسبة للإمبورتات من الإمبورتات كيف تعمل تونس أمام هذه المشكلة؟ هذه المشكلة نحن نشوف هذه المشكلة كمسلسل الأركام لكن الأركام ترمز عدم السيادة النقطية في تونس لأن تونس يجب أن يأخذ الكرود على هذا المشكلة كيف يعمل تونس أمام هذه المشكلة؟ اشتركت تونس أمام هذه المشكلة؟ هذا لا يمشيس لم تحمل الزكاية وكاركات السياسية في الوتياج الاجريكول وانتاريكا هذي ثم خدوكسيون دو امبوكتاسيون دو امبوكتاسيون بشكل عام انتاريكا هذي هذي تونس تنجم تستخدم المؤرد والاسباسي الهارد كورنسي يعني للأحداث يعني معينة ومش للأحداث للمؤرد التي تونس تنجم تسنا في تونس نفسها